وفق مجلس نواب برئاسة مستشار الدكتور حنفي جبالي على برنامج الحكومة الجديدة وقام بمنحها الثقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبعد منح الثقة تعهد رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس بأن تكون كل التوصيات والملاحظات التي أثيرت حول برنامج عمل الحكومة محل تقدير وأن تكون جميع البرامج الزمنية الدقيقة والتفصيلية على مدى ستة أشهر من عمر البرنامج خلال جلسته العامة المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على منح الثقة لحكومة مصطفى مدبولي وبرنامج عملها في الجلسة التي أعقبت تصويت على برنامج عمل الحكومة أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي موافقة المجلس على منتهى إليه رأي اللجنة الخاصة والمشكلة لدراسة برنامج عمل الحكومة وما تضمنه من توصيات ومقترحات وأكدا أن لجنة دراسة برنامج الحكومة قامت بمهمتها على أكمل وجهة أعلن موافقة المجلس على منتهى إليه رأي اللجنة الخاصة في تقريرها وما تضمنه من توصيات ومقترحات وعلى المقترح المقدم من سيادة النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس وبناء عليه أعلن موافقة المجلس على برنامج الحكومة برئاسة سيادة الدكتور مصطفى مدبولي وثقاته فيها وتأييده لها ولما جاء في برنامجها من أهداف ويحال تقرير اللجنة الخاصة والمناقشات التي ضارت بشأنها وما أبدته الحكومة من وعود إلى اللجان النوعية للمجلس لمتابعة التنفيذ أمام المجلس وبعد منح الثقة تعهد رئيس مجلس الوزراء بأن تكون كل التوصيات والملاحظات التي أثيرت حول برنامج عمل الحكومة محل تقدير واعتبار من الحكومة وضمن أطر تنفيذ البرنامج وأن تكون جميع البرامج الزمنية الدقيقة والتفصيلية على مدى ستة أشهر من عمر البرنامج اللي أنا أريد أن أؤكد عليه أن أنا تابعت بكل الاحترام والتقدير كل الملاحظات التي أبدتوها في ما يخص برنامج الحكومة وأتعهد قدام حضراتكم بأن كل التوصيات والملاحظات التي أثيرت سواء من اللجنة أو النهاردة في نقاشات حضراتكم أنها ستكون محل تقدير واعتبار من جانب الحكومة وستكون ضمن أطر تنفيذ البرنامج إن شاء الله في خلال الفترة القادمة قرار المجلس جاء بعد أن أوصت اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة برنامج عمل الحكومة بمنح الثقة لحكومة مصطفى مدبولي وذلك بعد استعراض برنامج عملها خلال الفترة المقبلة حيث أوضح رئيس اللجنة أن البرنامج جاء متضمناً المحددات العامة لأية برامج حكومية من جانبهم أشاد أعضاء مجلس النواب ببرنامج الحكومة الجديدة الذي تم تقديمه والموافقة عليه من مجلس النواب مؤكدين أنه جاء وفقاً لخطط طموحة تهدف إلى استكمال بناء الجمهورية الجديدة وبناء المواطن المصرية